السلام عليكم وأهلا بكم إلى النشرة الاقتصادية أكد خبراء سياحة ومدير فنادق أن السوق المحلي على موعد هذا الأسبوع مع انتعاشة قوية في الحركة السياحية والقوة الشرائية بفضل الإجازة الطويلة لدى العيد الأضحى المبارك بما سيدعم قطاع الفنادق والمطاعم والمقاهي ومجمعات التسوق والمرافق الضيافية المختلفة وتوقعوا في تصريحات خاصة لوكالة أنباء البحرين بنا أن يسجل القطاع الفندقي خلال أسبوع العيد معدلات إشغال وحجوزات تفوق 80% مع تدفق السياح الخليجيين والأجانب من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي كما أكدوا أن البحرين لا تزال الوجهة المفضلة لمواطني دول مجلس التعاون بفضل ما تملكه من تنوع في المراثق والفعاليات السياحية إضافة إلى تزايد المنافسة الذي تعود بالنفع على السياح وبخاصة العائلات الخليجية وما يجعل هذا العيد فرصة ذهبية لتنشيط الدورة الاقتصادية